أعلن الجيش اليمني مقتل 14 مسلحاً انقلابياً في محافظة حجة وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة إن الجيش تمكن من كسر هجوم حوثي حاول استعادة عدد من المواقع التي خسرتها خلال اليومين الماضيين في تخوم بمديرية حيران بعد حملة تحشيد كبيرة قامت بها تلك الميليشيا لاستعادة مواقع سيطر عليها الجيش وأضاف المركز أن من بين القتلى مشرف الإعلام الحربي للإنقلابيين بميدي المكنة أبو مرتضى